البرامج البدائل السيناريوهات الثلاثة السيناريو الأول السيناريو الغدير إنني أتحدث عن الغدير الأول البرنامج الإلهي المحمدي العلوي هذا هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة خصوصا وللبشرية عموما بل لكل العوالم ما بين مراتب الغيب والشهادة السيناريو الغدير إنه الغدير الأول الغدير الذي هو الأساس والأصل يا علي أنت أصل الدين هكذا قال محمد صلى الله عليه وآله وهذا هو الذي تحدث القرآن عنه في سورة المائدة في الآية الأم إنها أم الدين بلحاظ نصوصه بلحاظ نصوص الدين إنها إنها أم القرآن بلحاظ حاكمية وأمومة وقيمومة مضمونها مضمونها على كل مضامين الكتاب الآية الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في أمير المؤمنين في عليا في بيعة الغدير الأول وهذا الكلام يجري بكل تفاصيله في بيعة الغدير الثاني في بيعة إمام زماننا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة يا علي يا علي يا علي أنت أصل الدين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة وبيحت الغدير الأولى هي بيحت الغدير الثانية بقضها وقضيضها بشؤونها وتفاصيلها ومن علي إلى الحجة القائم من غدير علي الأول إلى غدير القائم الثاني يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هذا المضمون يجري بتمام معاني الانطباق في أدق التفاصيل يجري على الغديرين معا على غدير علي وعلى غدير القائم صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما الأطيبين الأطهري من محمدهم الأول إلى محمدهم الأوسط إلى محمدهم الآخر إلى كل محمد فيهم كلهم محمد كلهم علي وكلهم فاطمة فمحمد هو الذي يقول فاطمة روحي روحي التي بين جنبي كلهم محمد كلهم علي كلهم فاطمة حينما نتحدث عن محمد إننا نتحدث عن علي هو الذي يقول وأنا علي وصريح القرآن في آية المباهلة لا نحتاج فيه إلى بحث وكلام وتطويل وهو الذي يقول فاطمة روحي حينما نتحدث عن محمد إننا نتحدث عن علي إننا نتحدث عن فاطمة فروح الإنسان حقيقته مضمونه حياته مجمع أسراره فاطمة روحه التي بين جنبي أولهم أولهم فاطمة إنها أم أبيها فاطمة التي تتجلى في أولهم وفي أفسطهم وفي آخرهم وفي كل مظاهرهم وتجلياتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعي من هنا كانت قيمة على الدين وكانت إماما لإمامنا القائم وكانت حجة عليه صلوات الله على فاطمة وعلى أهل فاطمة في يوم فرحة فاطمة إنها فرحة القيمة بالقائم صلوات الله عليهما وعلى آلهما الأطيبين الأطهرين السيناريو الأول الغدير الأول لكن الأمة غدرت بغديرها أمة غادرة فهجرة غدروا بغدير علي فجاء السيناريو الثاني وقد حدثتكم عن هذه السيناريو هات في هذا البرنامج في حلقات متقدمة منه وفي برامج الأخرى وأنا لا أريد أن أطيل الحديث عن هذه البرامج البدائل عن هذه السيناريو هات الثلاثة لكنني مضطر أن أبدأ حديثي منها لأن موضوع هذه الحلقات يتفرع على السيناريو الثالث السيناريو الثاني إنه سيناريو القربان برنامج القربان برنامج القرابين لوحة حسينية صبغتها دماء نحر الحسين برنامج القربان الذي صار بديلا عن برنامج الغدير بعد أن غدرت هذه الأمة بغدير محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فجاء الغدير الثاني في مضمون برنامج القربان برنامج القربان أخذت عنوانه من كلمة العقيلة حينما خرجت ليلة الحادي عشر من المحرم واتجهت إلى جسد الحسين ووضعت يديها تحت ظهره الشريف ورفعت ذلك الجسد المدم السماء ذلك الجسد المقطع باتجاه السماء اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان هذا هو سيناريو القربان فسيناريو القربان برنامج القربان جاء جاء بديلا عن برنامج الغدير واشتمل على مضمون الغدير إنه الغدير الثاني هذا هو التعانق الأكيد بينما جرى في عاشراء بكل الأسرار والتفاصيل وما سيكون في برنامج الظهور الشريف إنه المشروع المهدوي العملاق الأعظم هذا المشروع الذي كل زيته وكل طاقته مستمدة من ذلك النحر الذي فاض منه طوفان دم الله فصار ثارا لله وارتقى ذلك الطوفان الدموي حتى استقر في عالم الخلد وهناك اقشعرت له أضلة العرش مع أضلة الخلائق أنا لا أريد أن أسهب في هذا الحديث الوقت يجري يجري سراعا وهذه الأبوهب إذا ما فتحتها فإنني سأطل على عالم وسيع فسيع له بدايات ولكن ما له من نهايات حينئذ ستزدحم الكلمات حينئذ ستفيض العبائر والجمل حينئذ ستستك المعاني ستقف المفاهيم والحقائق شامخة بعمق فحواها الذي تستله من حواش عاشراء أنني لا أتحدث عن متون عاشراء متون عاشراء القرآن يتحدث عنها لست أنا الذي أتحدث عنها قلب محمد يتحدث عنها عيون علي وآهات علي وعبارات علي ودماء علي هي التي تتحدث عنها مهجة فاطمة فاطمة بكل أسرارها هي التي تتحدث عن متون عاشراء أما أنا وأنتم مهما أتينا من سعة عقل وعمق فكر ونظافة وجدان وسلامة قلب ونور بصيرة وعظمة بلاغة وفصاحة بيان إننا نستل شيئا من معاني عاشراء من حواشيها من حواشيها الغدير الثاني يتلألأ يتلألأ تاجا في وصحتي وفي قلبي متون عاشراء هذا هو غديرنا الثاني غدير القائم غدير الحجة بن الحسن السيناريو الثاني سيناريو القربان في امتداداته هناك علامات الظهور ولا أريد أن أفتح الحديث في علامات الظهور لكن مجموعة من علامات الظهور وهي العلامات التي نعرفها بالعلامات الحتمية أو بالعلامات الخاصة أو بالعلامات القريبة جدا في ضرف سنة واحدة قبل ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه هذه العلامات هي جزء من امتدادات لطائف السيناريو الثاني إنها لطف بنا لطف بالشيعة بنحو الخاص وبالبشرية بنحو عام إنها العلائم التي تخبرنا أن الحجة ابن الحسن على الأبواب العلائم الحتمية العلائم الخاصة العلائم القريبة إنها بشائر الظهور إنها أقرب الإرهاصات إلى يوم الخلاص يوم القائم إنه اليوم الأول من أيام محمد صلى الله عليه وآله إنه اليوم الأول من أيام الله فأيام الله سبحانه وتعالى ثلاثة يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى وجزء من تفاصيل هذا السيناريو أن قانون البداء يمكن أن يتحرك في تفاصيل امتدادات لطائف هذا البرنامج فيمكن أن تتغير الأوقات ويمكن أن تتقدم العلامات ويمكن أن تتأخر ويمكن أن تلغى فلا تكون هذا هو السيناريو الثاني سيناريو القربان ونحن نتمنى من كل قلوبنا أن يكون هذا السيناريو هو الذي سنعايشه بغض النظر أننا سندرك عصر الظهور أو أننا لا ندرك عصر الظهور فهذا السيناريو يعطي للشيعة توفيقا في خدمة إمام زمانهم لكنهم إذا غدروا بالغدير الثاني مثل ما غدرت الأمة بالغدير الأول في سقيفة بني ساعد وغدرت الشيعة بالغدير الأول في سقيفة بني نجاف حينما نقض مواثيق بيعة الغدير ومر الكلام عن هذا فإذا ما نقضت الشيعة مواثيق بيعة الغدير الثانية فإن هذا السيناريو سيجمع أطرافه وسنذهب في متاهة لها أول وليس لها آخر إلا بظهور إمام زماننا وفقا للسيناريو الثالث إنه سيناريو اليوم الأخير سيناريو الغدير غدرت به الأمة وجاءت بسقيفة بني ساعد بديلا عنه وشيعة غدر بالغدير الأول وهو غدر بالغدير الثاني أيضا في الوقت نفسه في سقيفة بني نجاف وقبلها إنها سقيفة الغيبة الكبرى سقيفة مراجع الشيعة منذ أن ابتدأت الغيبة الكبرى لكنها تأكدت وتركزت وترسخت في سقيفة بني نجاف وما نحن فيه من ضلال وتيه إنه بسبب سقيفة بني نجاف بشكل مباشر منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة الشافعية المعتزلية النصبية في النجاف سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة منذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا ونحن في متاهة بداياتها كانت هناك نهاياتها ستقودنا ربما هناك من القرائن إلى أن السيناريو الثاني سيلملم أطرافه بسببنا بسبب الشيعة فإذا كان نواصب السقيفة بني ساعد جعل سيناريو الغدير الأول يلملم أطرافه فإننا نحن نحن الذين نقول إننا شيعة بسبب غدرنا بالغدير الأول وبالغدير الثاني سنجعل سيناريو القربان يلملم أطرافه الويل لنا الويل لنا الويل لنا إذا كان الأمر يجري في هذا الاتجاه هناك من القرائن التي تشير إلى هذا الأمر الويل لنا الويل لنا غدرنا بالغدير الأول وسحقناه بأحذيتنا وها نحن نغدر بالغدير الثاني ونسحقه بأحذيتنا بسبب بسبب أولئك الخونة إنهم مراجع النجف وكربلاء مراجع حوزة الطوسي نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر